نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما نشرى في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن تداول أسماك نافقة بالأسواق إثرى حدوث ظاهرة زبد البحر بمحافظة فورسعيدة وقام المركز بالتواصل مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء والتي نفت تلك الأنباء مؤكدة أن الأسماك المتداولة في الأسواق سليمة وآملة تماما وأن ظاهرة زبد البحر لم تؤثر على جودة الأسماك المتداولة بالأسواق مشددة على استمرار يشأن الحملات التفتشية والرقابية بشكل مكثف على كافة الأسواق وأماكن عرض وبيع الأسماك بمختلف المحافظات ترجمة نانسي قنقر